لنفهم القصة، اليهود الحرديم، اليهود المتدينين هم شريحة من المجتمع الإسرائيلي حوالي 17% الذين لا يؤمنون بالدولة، لا يؤمنون بالنظام السياسي ولا النظام العسكري الإسرائيلي وهم لا يدخلون الجيش الإسرائيلي من في قيام دولة الإسرائيلية وبالتالي، لأنهم ملتزمون بالشريعة اليهودية، يروا بأن الجيش لا يحترم الشريعة اليهودية السبت اليهودي العمل على بعض الأمور التي فيها الاختلاط والآخر وبالتالي لا يخدمونه في الجيش الجيش وقع في أزمة كبيرة منذ 7 أكتوبر بأن هناك نقص حاد في عدد الجنود وهذا تطلب أن يكون هناك استدعاء لقوات الاحتياط التي تم استدعاءها ولكن ذلك أيضا لا يكفي جاء الشارع العلماني وقال وما بخصوص اليهود المتدين إلى متى سوف يبقون عبءا على الدولة نعطيهم الأموال لمدارسهم الدينية ويحصلون على كل المقصصات الاجتماعية ولكنهم لا يخدمون الجيش الإسرائيلي وبالتالي لا يقدمون ما عليهم من الواجب فذهب مجموعة من المؤسسات منها المؤسسة التي ذهبت إلى المحكمة العليا وهي إخوة من أجل السلاح وطلبت بأن يكون هناك قرار ملزم لتجنيد اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي المحكمة قضت اليوم بأنه في مبدأ المساواة لا يجب أن يكون هناك شريحة معفية من الخدمة العسكرية وبالتالي القرار الخاص بالحكومة الإسرائيلية منذ 25 عاما بما يسمى بتأجيل الخدمة العسكرية أو الإعفاء فانهذا القانون باطل لأنه عمليا يتنافى مع مبدأ المساواة هذا يعني بأن قرار المحكمة اليوم يؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تبدأ بعملية تجنيد اليهود المتدينين في صفوف الجيش الإسرائيلي ولأنهم يرفضون وهذا قبل قليل خرج أحد المزراء من حزب يهودات هاتورا الذي يمثل اليهود المتدينين داخل الحكومة الإسرائيلية وقال هذا قرار مخيب للأمال وأنه بلا شك سوف يشكل أزمة سياسية كبيرة في إسرائيل الآن ما المتوقع أولا هناك إمكانية للحكومة الإسرائيلية لحكومة من يمين نتنياهو أن تتحايل على هذه المسألة تتفكر معي قانون المعقولية الذي يكون نتحدث فيه في الربيع الماضي وأنه من هو صاحب القرار هل هو الكنيسة الإسرائيلية أي البرلمان أم المحكمة العليا التي تمثل رأس السلطة التشريعية ولأن حكومة نتنياهو تتمتع بأغلبية في الكنيسة فهي تقول بأن الكنيسة هو صاحب الرأي وأن المحكمة لا يجب أن تتمتع بهذه القوة وذلك لمنع القرارات الخاصة من البرلمان وهو الذي اختاره الشعب وهذا ما يسمى بتناقض السلطات الثلاث التشريعية التنفيذية والقضائية في المعارضة وطبيعة الحال نتحدث عن الأحزاب الليبرالية والعلمانية جانس لابيد وفيكتور لبرلمان كلهم يقولون يجب أن يكون هناك تجنيد للمجاهود المتدينة الآن ماذا يملك من يمين نتنياهو؟ بين مين نتنياهو يملك القدرة على تجنيد شريحة معينة من اليهود المتدينين كلهم وذلك في موضوع الأمور الإدارية في الجيش الأمور المالية المحاسبة التليفونات ممكن الاتصالات طبعا شريطة أن لا يعملوا يوم السبت وهذا بطبيعة حي يمكن أن يلجأ له ولأن نتنياهو منذ الربيع الماضي وهو يتحايل على السلطة القضائية فهو يستطيع أن يبقى في هذه عملية التحايل هذا لا يعني بأن الاتلاف الحكومي في خطر أبدا الاتلاف الحكومي الثابت ومستقر والأحزاب الدينية المتدينة من اليهود الشرقيين واليهود الغربيين لن ينسحبون الحكومة الإسرائيلية وسيفلح نتنياهو كما فلح في كل مرة بالتحايل وتأجيل هذه المسألة لكن معنى ذلك أحمد أننا لسنا أمام أمر قضائي بات نهائيا إذن حتى معنى كلامك أن هذا الأمر لن ينفذ على الأرض يعني أحسنت التوصيف لأنه فيه تناقض طب هو القرار المحكمة المفروض أنه ملزم طبعا قرار المحكمة هو ملزم قرار المحكمة نهائي قرار المحكمة اتخذ بإجماع تسعة القضاء يعني لا يوجد هناك من الرجال القانون الذي يمكن أن يقول يعني يمكن تفسيره القرار واضح ملزم ولكن هذه الدولة منذ 7 أكتوبر كشفت عن النيابة الحقيقية هذه ليست دولة ديمقراطية هذه دولة الآن بحت تحت قوة وسيطرة مطلقة من اليمين المتطرف من المستوطنين من اليهود المتدينين الذين ليسوا بالضرورة أن يحترموا القانون الإسرائيلي وليس بالضرورة أنهم سوف يلجأوا إلى ذلك وعموما لو أننا رأينا ذلك وهذا طبعا مستبعد سوف تنهار الحكومة الإسرائيلية ولكن اليهود المتدينين إنهارت الحكومة أم لم تنهار الحكومة لن يخدموا في الجيش لأن هذه القضية قضية عقائدية وليست قضية سياسية هذه القضية تتعلق بالدين ولا تتعلق بالموقف السياسي ولذلك في القرار كان مكتوبا بأن المدارس الدينية التي لا تلتزم بهذا القرار سوف يتم سحب الأموال المخصصة من الحكومة الإسرائيلية هذا يعني بأنك تحدث عن مئات الألاف من الرجال المنظمين في المدن الإسرائيلية الكبرى الذين سوف يخرجون إلى الشوارع وسوف يشكلون أزمة أكبر بكثير من مظاهرات التي نراها أيام السبت عندما يخرج العلمانيين أو المطالبين بوقف الحرب أو المطالبين بالتنحية نتنيوم لأن أولئك هم أخطر أكثر تنظيما وأكثر تصميما الزميل أحمد البوديري متحدثا إلينا من القدس المحتمى ترجمة نانسي قنقر